أعقد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة مراكش المغربية اليوم اجتماعا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة جرى خلال الاجتماع الذي عقد على همش الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة جرى بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة للسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حافظهم الله ورعاهما كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتكثيف التعاون والتنسيق المشترك تجاه التحديات والقضايا الإقليمية الراهنة والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر